برج الثور الثور حالته عاملة ايه دلوقتي الله يسلمك حبيبي الثور حالته عاملة ازاي هو اما داخل علاقة جديدة او عقد جديد ده عقد اتفاق نحو المستقبل وحالة من الانتزام تمام بس الانتزام حلي يعني هو مبسوط به دي حاجة كان بيسعى لها الطور وعايزها تمام فهو بيوصل لديل كويس جدا جدا اما دي حاجة عاطفية لان دي كبايات بتوشير الى كبايات الكبايات بتوحي بالمشاعر او انه هو حاجة بتخص شغله مدى عقد جديد عمل شغل جديد دخل في حالة شراكة جديدة ممكن تكون شراكة جديدة لجورج الثور ما شاء الله حلوة جدا جدا اوكي اه اه ايه الحاجة اللي نفسه فيها بورج الثور نفسه في القيادة وانه هو يكون على رأس الموضوع اه والثور قائد كويس جدا جدا وهو مش بيسعل ده كنوع من انواع السيطرة لا الثور شايف انه هو يستحق المنصب ده او المكانة دي لانه عنده الخبرة الكافية اللي يتأهله ده فهو عايز يوصل لمرحلة قيادة وانه هو يوصل لمنصب عالي جدا ده اللي بينفسه فيه وبيفكر فيه بورج الثور فلو هو عبتده شغول جديد متحمس جدا عايز يوصل انه هو يبقى قائد فيه بسرعة جدا ان شاء الله هتوصل يا بورج الثور طيب ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا بورج الثور قوتك اللي تركز عليه قوتك بمعنى نقطة القوة اللي عندك ايه الحاجات اللي ممكن فعلا تأهلك توصل للحتة دي انت واحد مثلا بتاع سينس كويس جدا دي نقطة القوة عندك اشتغل عليها نركز على نقطة القوة دي الحاجات اللي حتساعدك فنفرض ان دي علاقة بس وعلاقة زي ما قلنا دي كوبات وفيها شكل من اشكال ايه؟ علاقة جديدة نقطة القوة اللي عندك انت عارفها كويس قوي يعني مثلا ده انا شخص مستمع جيد دي نقطة القوة عندي انا شخص مثلا اجتماعي جدا وحب افرفوش وحب اخرج وحب اتبقى مع الناس لو دي نقطة القوة عندك استعملها ايا كان الحاجة اللي انت بتسعالها الحاجة اللي حتساعدك يا بورج الثور نقطة القوة قاب مع نفسك كده وفتكر او اعرف ايه الحاجات القوية اللي عندك في شخصيتك ودي اللي حتساعدك جدا جدا ايه العقبات او الحاجات اللي بتبطأ او بتعطل الثور هنا دي الاطفال الاولاد ممكن دي تكون هي نقطة الضعف اللي عند بورج الثور فلو هي مثلا واحدة ست ودخلها في شغل نقطة ضعفها او الحاجة اللي بتعطلها ولادها نفس الحكاية بالنسبة للراجل لو هو راجل ومثلا شخصية قوية جدا نقطة ضعفه او الحاجة اللي دايما بتوقعه او بتعطله هي ولاده تمام اه يعني هم محاطط هم هو ده الصح هو ده المفروض هيدي مش مفروض ان هي تكون نقطة ضعفة بالنسبة لك بس هي الشهر ده مع الطلاق فحاجة يمكن محتاج تركز مع الولاد اكتر اه سواء راجل او ست مركزين مع ولادكو اوي اوي فابتده ممكن يجي اثر شوية على حياتكم العملية او التحديات اللي عند بورج الثور ممكن تكون كمان اه الحمل اصلا من بابه اصلا ان هو عايز يكون عنده اطفال ودي حاجة اه مش عارف يوصلها او 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 يعني معطلاء او تعباء شوية اه طيب خليني اقولكو بقى اللي انا شايفه النتائج المتوقعة من ال situation اللي احنا شايفينه ده اللي لا تتخضوش يعني مش عايزة خضات احنا بنقرأ هنا علشان نتوقع او نحاول النسبة للحدث السنة مثلا اللي انا شايفه ان بورج الثور بيسعى له قيادة جمدة جدا كويس ف لو السيناريو ده انا شايفه ده ان التور وصل في مكان معين او وصل اطراقه مثلا او مسك شغل جديد المهم ان هو داخل في حتة جديدة شوية عليه في الشغل ما حاولش يفرد رأيه ويفرد قوته زي ما انا شايفه عند الامبراطور كده لان النتيجة هتكون انهيار سقوط مفاجئ هتلاقي مقاومة جديدة جدا والناس بيقول لك ايه ده انت بتعمل ايه انت بتحكم فينا كده ايه انت بتكلمنا كده ايه فيه شكل من اشكال بقى ايه حاجة تقع مش لازم يكون انهيار للبنيان كامل بس فيه حتة تقع فننتبه من حتة الطموح فيه اللي بيحط الانكات اه الطموح ان انا اكون مساطر على المنقف تبقى بزيادة شوية فيبتدي الدنيا تقع تمام او خلينا نقول بغض النظر انت بتطمح لايه او انت عايز ايه متوقع عند بورب الثور انه هو فيه حاجة عنده تقع بس الحاجة دي كان لازم تقع ليه لان هي مكنتش مبنية صحة انت كنت بنيها بني بني وانت عارفها كويس او انت كنت حاسس انها ممكن تقع فوقعها وسقطها دلوقتي احسن وتقع بعدين وتشين معنا حاجات كتير اول دلوقتي تشين حاجات صغيرة ممكن نرجع نزبطها تاني لو فضلت مكملة معانا ووقعت بعدين هيبقى مليار عظيم فشايف المتوقع يصل شوية حالة فاوضة لسبب سبب فيه عمود او او حاجة عملك توتقع قليل لو القراءة مطابقة وده حصل بالفعل سيحصل عند الجورج الثور حاول انك انت تبتدي ترتب افكارك وبلاشت حالة الفوضى دي وابتدي اشتغل على حاجة حاجة انك انت تصلحها وتبنيها من الاول مصد تمام الحالة المادية عند اقول دكتور اخوارها اين اتمن عليها والحالة الصحية الحالة المادية عند اقول دكتور شايف انها ما شاء الله كويسة جدا في حالة اكتمال واجتفاء وشايف ان هو ناجح جدا في تدبيره والحاجة ان هو ما ماشي حياته المادية لشكلها عاملة زي ممتازة ما شاء الله لقوة تقلل بالله ربنا يزيد بالنسبة للحالة الصحية عند تور باردو قويسة جدا جدا نشيط واجتماعي جدا وحاجة انه هو يقضي وقتا من عميس كتير الفترة اللحوت الثور من الامراج الاجتماعية جدا. هذه هي العطفية لبورج تور الشهر ده. محسودا 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 محسودا. يا والدي. يا والدي. اوكي. دنيا ما شاء الله حلو اوي 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 ممش اي حاجة. التور بس عنه هنا الشطان بمعنى. خلينا نقول. في وسوسة. في شطان عمال يلعب في دماغك. اا او. بيحاول يفهمك. انك انت عبد للعلاقة دي. ما انتش عبد ولا حاجة. انت موجود في العلاقة دي باردتك. ولو عايز تمشي. هتمشي في ثانية. انت موجود باردتك تماما. اوكي? فزي ما نقوله الحاجة اللي جاية في مخ الثور. هو انا ماليا يعني ما لي مسحوب كده كده ليه? مالي بجرجر كده ليه? لا. اا اااا. اوكي. اااا. فهو حاسس انه هو متشعلق وفي شريكه ومش قادر يعني يسيبه ومضطر. لا مش مضطر انت شريك الثور حالته عاملة زي دلوقتي انا شاك انه هو بصل لمرحلة وهيزة جدا من الحكمة وكمان التدين. هايرفنت كمان يوحيني بالتدين. هايرفنت القديس. ده شرقس ما بيغلطش لانه طبعا كلنا قد غلط بس فعلا بيتفادر خطأ وماشي زي الكتاب ما بيقول. بيراعي ربنا فيه كويس جدا جدا. فده حال شريكك دلوقتي. انت نفسك في ايه يا بور دكتور. انت نفسك تدخل في مرحلة جديدة مع شريكك. مرحلة مشرقة. تعدي المرحلة كانت ممكن تكون مضلمة شوية او كائبة حبتين. وتبتقي تخش في مرحلة جديدة اعمق ومشرقة اكتر. بس مش عارف مش عارفة ليه انت خايف او انت قلقان من التغيير ده. خايف تحب شريكك اكتر. خايف تقرب منه اكتر. انا مش عارفة. بس انت نفسك في انك تقفل مرحلة قديمة كانت ممكن تكون صعبة وتبتدي مرحلة اكتر اشراك واكتر تفاجل. شريكك نفسه في ايه دلوقتي؟ هو يعني ممكن يكون عنده اوقات فراغ شوية. حابب انه يبقى فيه اكتبتيز اكتر بتدعمل ان هو يكون مشغول شوية. اشغله. حاول تشغله. دخله معاك في حياتك. اشركه معاك. لان شايف انه هو حابب يعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت. زي ما تقوله حاسس بفراض شوية. اوكي. الثور شايف شريكك ازاي؟ شخص ناجح جدا جدا. شخص منتصر يعني. يعني فخور بنفسه. والثور بيفتخر بيه. وحاجة فعلا حلوة جدا. ولو كان شريك الثور كان بيمر باي نوع من انواع النزاع او الحرب او المنافسة الفترة اللي فاتت فهو خارج منتصر. فهو شايف هو شخص عمله عزة نفس عالية جدا. وشخص ناجحة. ومحبود. طيب. شريك الثور شايفه ازاي؟ دول. اولا لو هي مرأة فها مرأة جميلة جدا. اه لو العكس برضو كراجل راجل جميل بس مش بس جميل جميل من جوه اكتر لانه عنده عطاء كتير جدا وبيخدم الناس كتير قوي قوي وبيساعد الناس كتير قوي قوي. تمام؟ شخص جايد عايق. ويعني جماله داخلي وخارجي. الاثنين. فصورة ماشاء الله حلوة جدا جدا. الطاقة ما بين الثور وشيكو دلوقت فيها بانشارية العربة بتوحيل بيه التطور السريع. العلاقة تتطور بشكل سريع. لو العلاقة دي لسه ما دخلتش فيه مطاق اللي هو العلاقة المستقرة يعني او العلاقة الرسمية فهي واخدت طريق ده وبسرعة. تمام؟ بخطة سريعة. الناس اللي لسه مرتبطوش من بورج التور في هنا ارتباط زواج او بالناس اللي منتظرين اطفاله. شوف لسه كنا بقول ايه في القرية العامة. ده مولود جديد. تمام؟ لو لا هو ده ولده قولده قريدي متجوزين وعندوك مولاد. فانا شايفة انه فيه مشاعر جديدة بتولد بين التور وشيكو. مشاعر نقية جدا وحلوة جدا جدا. ارجوك يا جماعة الناس اللي عندها طاقات معاكسة او شايفين ان القراءة مش منطبقة عليهم. طبعا القراءة اللي بمكن تطبق مية في المية على على البورج ببقى اكمله. بس فيه نسبة كبيرة من بورج التور حسين بمشاعر جديدة نحو شركهم. وبالنسبة للناس اللي لسه ما حصلوش الموضوع ده او لسه على شوارج عندهم. نحاول ده اخد الطاقة دي. الطاقة دي موجودة. انت ممكن تحس مشاعر نقية جدا نحو شركك. لمجرد مجرد بس انت تفكر في الموضوع. افتحوا المجال للطاقة. تمام? حتى لو فيه مشاكل دلوقتي واقراء مش منطبقة عليك. حاولوا تاخدوا الطاقة الايجابية اللي في الكارت بتاع. فيه مشاعر حلوة جدا عند بورج التور. ايه المتوقع يحصل الشهر اللي جاي? اه يعني ربنا يكون شهر اللي حسد. ممكن ده يكون حسد. او انه في اه اه شخص اما عنده الثور او الشيجو اه بيتصادل الموقف يعني ام اب او اي حد هو اللي بيتكلم بالنيابة عن الثور او شيجو. ده مش عارفة ليه شهر الستة شايفة انه بيحصل فيه كتير قوي الموضوع ده. والنهاية يا جماعة ما اندخل حد خالص انتو ماشيين زي الفل. والله انتو ماشيين زي الفل. فلو فرادنا انه فيه حاجة ممكن يحصل والله هو اعلى متوقع دي زي ما قلنا ممكن تتغير. شايفة انه ممكن يحصل زعلة عند بورج الثور ويبتدي اه حد يبتليش ديكو انه هو يصالح او انه هو يوده او يحاول يراضي يعني. والثور شايفة انه هو مش متجاوب قوي. فنبتدي اه يعني نتفادة الكارت احنا كنا ماشيين حلوة قوي 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 قوي. بلاش ندخل اي حد في العلاقة ما بيننا وما بين شركنا يا بورج الثور. ولو الشريك بيحاول انه هو يصلح او انه هو يصالح. حاولوا انه كنتو تتقبلوا الموضوع وتدوا فرص. القراءة العاطفية معقولة جدا يا بورج الثور. ما تخافش من التغيير اللي انت عايزت ندخل فيه مع الشريكك. شريكك على ادام الاستعداد. وشايفك ان انت شخص فعلا جدع وشخص محب للناس ومحب الخير. دي قابتر حكم. محب للخير. اوكي. تعالوا نشوف جروحة الحكمة. يا راحت فين? هتصحكم بايه يا بوحدة طور. طيب. شونا الناس ما عليش تتسأل كتير فيه حصر انفصال في رجع ولا لا. هو عايزه يرجع ولا لا. بالنسبة للشريك. او ماي داي. بيك تايم. بسوا. نفسه ويرجع. وبالنسبة اللي بسألوا فيه يرجع ولا لا. في طاقة بيلا للرغم. اوكي. يمشوكة هو مفترق طوق. في مفترق طوق بيعادي بيه برج الثور. ويمكن دي الحاجة اللي احنا شوفناه في القرية العامة. الحتة اللي فيها انهيار شوية. كأن الثور حيبتدي يختار ما بين طريقين. تمام? time to make a decision. ده وقت انت هتاخد قرار. consider the consequences as you prepare to act. ولازم تتدبر كويس جدا. وتفكر في الحاجات اللي هتترتب على قرارك ده. بتاخدش قراره خلاص. حاجي بادي. لا لازم تشوف ايه التوابع اللي هتيجي من ورا القرار ده. حلوة. ولازم برضو الحاجات اللي الطريق اللي هتختاره يكون بيتماشى مع مبادئك. ومع الحاجات اللي انت بتصدق فيها. كل اختيار اي ان كان الاختيار انت هتاخده اي واحد فيه هايبقى ليه عواقب او ليه توابع. انت وصلت لمفترق الطرق. ولازم تاخد قرار. طيب. في اوقات بقولوك كمانا مش لازم ناخد قرار دلوقتي. بس بالنسبة للطور دلوقتي انا شايف ان هو فعلا لازم ياخد قرار ويختار ما بين طريقين. يمين والنشمين. or by choosing right. بزبزب. بزبعو.